اجتمع سعادة الدكتور عبدالاطين بن راشد الزياني وزير الخارجي اليوم مع معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في عمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر حوار الملامة وتم خلال الاشتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود التي تبدلها الأمانة العامة لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات والسعرض سبل تحقيق المزيد من الانجازات الخليجية تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن إضافة إلى بحث الجهود التي تبدلها الأمانة العامة لتعزيز التعاون المشترك مع الدول والتكتلات الدولية حضر الاجتماع سعادة السفير طلال عبد السلام الأنصاري مدير عام شؤون وزارة الخارجية وسعادة السفير عبد العزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون